اشتركوا في القناة تنظمها لجنة الفعاليات المصاحبة في مدينة الشباب 2030 تحرص من خلالها على تقديم كل ما هو مفيد وممتع لمرتدي المدينة من فئة الأطفال والشباب نكسر الروتين اللي موجود عند الطلاب في المراكز التدريبية يعني هما يأيين صد يدرسون والدراسة شيء مهم بالنسبة لهم وهم يأيين يدرسون لأنهم حبين الشيء في سقل وتطوير مهاراتهم لكن بعد كسر الجمود والروتين بعد حلو أحب المدينة عشان نسوي أشياء يعني يديدة وتعلم أشياء لأن أحب البرنامج أحب شنو سوي هنا استفاست ويد أشياء زينة على شنو نسوي حساب شنو نصور ويد أشياء زينة هذا وتستعد مدينة الشباب 2030 ولأول مرة لفتح أبوابها في يومي الجمعة والسبت مع تنظيم لجنة الفعاليات المصاحبة لبطولة المناظرات التي شارك فيها عدد من مشاركين ومنظمين المدينة التي ستنطلق من العاشر من شهر أغسطس عندنا سنة بطولتين إن شاء الله لأن الأول مرة مدينة الشباب ستكون مفتوحة في الويكن خلال وقت البطولات عندنا بطولة المناظرات تاريخ 13 إن شاء الله محورها يختص بيوم الشباب الدولي يحرص القائمون على مدينة الشباب كل عام على تطوير طرق إيصال المعلومة والمعرفة وإيصالها إلى أذهان المشاركين بأساليب مبتكرة وحديثة وفي ذات الوقت لم يخفلوا عن جانب الترفيه والمتعة حتى يقضي المشاركون أوقاتهم في أجواء من المتعة والحماس ترجمة نانسي قنقر